اشتركوا في القناة فيديوهاتنا السابقة اللي كنا بنتكلم فيها بصورة تكنيكل وكانت موجهة أكتر للإنستولرز في البداية عرفكم بنفسي محمود خيري كينكس زون كينكس زون احنا سرتفايت كينكس بلاس 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 ترينيج سنتر ومعنى كينكس بلاس 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 ان احنا أسورايزد مش بس الاعتماد للمهتمين بمجال الكينكس أزا بارتنر لكن كمان بنعتمد لإنستراكتورز أزا تويتر ويمكن احنا الواحدين في أفريقيا بالكامل الاثورايزد من كينكس أسسيشن باعتماد المدربين كمان بنقوم بدور الكنسلتانت لكل الناس اللي بتحضر معنا ترينيج وبنبدأ نساعدها ونديها استشارات من أول مرحات الانفراستركشور لغاية ما يسلم البروجيكت للعميل على موبايل أبليكيشن محور الفيديو بتاعنا هنتكلم في نقطتين يعني سمارت بيلدنج ويعني كينكس وهنعمل شوه طبعا من خلال سيميليشن هيكون معنا هنبدأ نمسك موبايل أبليكيشن ونعمل كنترول كامل على البروجيكت اللي قدامنا بحيث أن احنا نفهم أكتر يعني سمارت بيلدنج سمارت بيلدنج باختصار بنقسمه لثلاثة كاتيجري الكاتيجري الأولاني الريزدانشل وده خاص به المباني السكنية زي الفيلال والشوع الكاتيجري التاني الكميرشل بيلدنج وده خاص به المباني الإدارية المستشفيات المولاد المطارات مباني المصانع وغيره الكاتيجري التالت وده الهسبتاليتي وده رليتد بالفنادق التالت أنواع باختصار أن احنا بنحول المبنى سواء كان سكني أو إداري أو فندقي لمبنى زكي يعني مبنى زكي يعني قدر أتحكم في المبنى بالكامل في كل وظائف المبنى من إضاءات ستاير تكيفات تلفزيونات سكيوريتي كاميرات مرأبة عن نظمة حريق كل حاجة تخص المبنى بقدر أتحكم فيها من خلال موبايل أبليكيشن أو تاتش سكرين أو بي سي يكون موجود في المكان اللي أنا بعمل عليكم النقطة الثانية هو الكن اكس الكن اكس ببساطة هو بروتوكول مستخدم في التحكم في المباني الزكية هل هو في بروتوكولات تانية موجودة في السوق؟ في بروتوكولات كتير جدا منها الكلوز بروتوكول والأوبم بروتوكول لكن الكن اكس يتصنف أنه من أفضل بروتوكولات الموجودة في السوق احنا بنتكلم في أكتر من خمسمائة براند كين اكس بدأ سنة تسعين من خلال خمسة مانيوفاكشرز موجودين في أوروبا دلوقتي وصلنا لأكتر من خمسمائة براند وصلنا أكتر من خمسمائة سرتفايت كين اكس ترينيج سنتر واحنا واحد منهم في دعم متواصل لأي حد بيشتغل بتكنولوجيا لكين اكس سواء كان من خلال الترينيج سنتر أو من خلال كين اكس أسسيشن اللي بتقوم بدور أن هي بتدعم البروتوكول وبتطوره وبتطور من السوفتوير المستخدم وبتعتمد الترينيج سنتر والتيست لاب التست لاب كمان بقدر أي منتج من شركة أكس عايزة تعتمد المنتج بتاعها ويدخل من ضمن الأمبريلة بتاعت الكين اكس لازم تدخل الكين اكس تست لاب ويعتمد البروتوكت وده دليل على السرتفاكات اللي بياخدها بعد ما يدخل تست لاب بتبقى دليل على الهاي كواليتي ودليل على الهاي ستابلتي فكرة إن في عندي أكتر من 500 براند موجودين بيصنعوا كمبون انتكين اكس ده بيخليني إن أنا لو فيه سلوشن معين أنا مش قادر أحاول من براند اكس أقدر أكمله من براند واي وأكمله من براند زد وهكذا ممكن إحنا دورنا ككونسلتنت لبعض المشاريع بنحاول دايما إن إحنا ناخد أفضل سلوشن من خلال أفضل سعر ولذلك دايما في كل مشاريعنا ما بنكونش معتمدين على براند واحد بعينه لا دايما بناخد أفضل برودكت من كل براند بحيث إن إحنا نحقق احتياجاتنا ونحقق السلوشن اللي إحنا محتاجين ده باختصار يعني سمارت بيلدين بشكل مبسط ويعنيه كين اكس بشكل سريع ومبسط وممكن إحنا هيجينا في نهاية الفيديو سؤال حوالين المعنى ده واللي هجوه إجابة صحيحة هيكون هياخد هداية من هداية كين اكس اللي نشرناه في الفيديو اللي فات بالإضافة لفاوتشر بنسبة 40% من قيمة سرتفايت كين اكس بيزي كورس تعالوا نشوف الفانكشنز الأساسية لبروجيكت قدامنا الفيلا زي دي خلينا هنا نبدأ نشوف هنلاقي في مجموعة من السيناريوهات في المجموعة الأولانية اللي نشايفينها على الموبايل أبليكيشن ده موبايل أبليكيشن بي بقدر عمل كنترول كامل على الفيلا اللي قدامنا فمجموعة السيناريوهات اللي موجودة هنا سيناريوهات عامة يعني أنا بقدر أختار مود مورنينج مثلا أو سيناريو مورنينج ده ولياكم بيفتح ستاير ويقفل إضاءة مود إيفنينج ده بينور الإضاءة الخارجية ويقفل ستاير وشغلتك كيف على درجة معينة مود نايت لو جينا نتحكم في المبنى المبرز الفرونت يارد هنلاقي إن أنا عندي ولياكم ولياكم بارتي مود عندهم حفلة مثلا فيبدأ إضاءات الارجي بي لايت تاخد ألوان معينة مع حمام السباحة مع ساوند سيستم شغال ده مود مختلف نايت مود ده بالليل فبالتالي هيبدأ يطفئ إضاءات مورنينج هيبدأ يشغل الارجيشن اللي انت شايفينه يبدأ يسئل زرع ويبدأ يفتح ستاير المودز دي أو السيناريوهات دي احنا بنبقى مكاريتانها بما يتناسب مع احتاجات العملية هنا نقدر نكنترول كل نقطة الوحدها بمعنى ان انا عندي الارجيشن شغال زي ما انت شايفين هنا فانا اقدر اعمل كنترول على الووترينج زي ما انت شايفين on و off الشاترز بتاعة المبنى close and open واختار اللون اللي انا محتاجه من خلال الارجي بي لايت اللي موجودة حوالين جسم الفيلا فابدأ اسيلكت اللون اللي انا محتاجه بالبرس انتج اللي انا محتاجها عندنا برضو في هنا بابدأ يعني ده على سبيل المسال احنا بنحاول نوريكم الفونكشنز الاساسية اللي احنا بنعمل عليها كنترول الغراس لايتنج زي ما انت شايفين بيبدأ ينور اضاءات مختلفة ويطفيها الهوم لايتنج للاضاءات العامة من جوه فيه كمان عندي voice control فقدر باستخدام جوجل هوم او آليكسا او سيري ابدأ ادي له اعمر صوتية آليكسا تيرنون لايتز فتنور الاضاءة آليكسا اوبن شاتر فتفتح الشاتر آليكسا اوبن اسي فتشغل التكييف وهكذا خلنا نشوف اماكن تانية مختلفة عشان نوضح اكتر الفونكشنز اللي موجودة معنا ابدأ خلنا اودوت النوم هيبدأ برضو مجموعة من السيناريوهات العامة اللي هو اطفل اضاءات مع بعضها اطفل ستاير يبقى فيه مود معين اللي هو اضغط عليه وليكن مثلا نايت فالنايت ده بيقفل الستاير مورنينج ده بيفتح الستاير ويطفل اضاءة وهكذا النايت عكسه فمودز مختلفة تناسب احتياجاتي ويبقى جواحة فونكشنز مكتمعة مع بعضها لو جينا نعمل كنترول ببساطة على الميوزيك سيستم مثلا عن ساون سيستم بيشغاله من خلال مجموعة من السبيكرز اللي موجودة في المكان ابدأ اشغال التلفزيون لو انا حابب من خلالها ادي له باور اون وابدأ اخذ سيلكت الفوليوم اللي انا عايزه مع الاتشانل اللي انا عايزها عندنا البلاينز ابدأ افتحها وقفلها بالبرسنتج اللي انا محتاجها ابدأ سيلكت المود اللي انا عايزه سواء كان وابدأ ازبط درجة الحرارة اللي انا محتاجها اه او المناسبة لطبيقة المكان طبعا اللايتس كل حاجة لوحدة بقى قدر اعمل علىها كنترول اللايتس بالبرسنتج اللي انا عايزها شايفيني انا كده بالنسبة لي بشغل اضافة نسبة خمسين في المية او مية في المية اون اوف لكل حاجة موجودة معايا في المكان ندخل في مكان تاني هوم سيتر الهوم سيتر انا وليكن انا هبدأ اشغل موفي معينة فمجرد ما ستارت سينما هتبدأ يبدأ البروجيكتور ينزل الشاشة ويبدأ الساوند سيستم يشتغل والاضاءة تهدى والتكييف يشتغل على درجة معينة ده مود متكامل او سيناريو جاهز احنا مجرد ما نضغط على البطن اللي اسمه ستارت سينما يبدأ ياكتف كل الفونكشنز اللي احنا اتكلمنا فيه طبعا كنترول كامل بقى ميوت بلاي كل ده بيبقى موجود معاك على الموبايل أبليكيشن ابدأ اتحكم فيه الساوند اللي موجود او البروجيكتور افتحه وقفله البلينز اللي موجودة في المكان افتحها وقفله السكرين نفسها ابدأ نزلها وطلعها التكييف او ساقان تدفئة او ساقان كولينج او هيتينج بالدرجة اللي احنا محتاجينها طبعا بالاضافة الاضاءة كفانكشنز اساسية بنسبة الديمنج اللي انا عايزها طبعا بنتحكم في شدة الاضاءة زي ما احنا عايزين نشوف مكان تاني لو عندي دفيات في المكان فبدا اتحكم فيها لو جينا نقول ووتر فالف واحد او اوف نبدأ نتحكم في الفالفات اوقات فيها كلها او اشغالها كلها زي ما انتم شايفين او الغليات اللي بتبقى خاصة بالتدفئة المركزية نبدأ نديها مختلفة سويمينج بول اه ابدأ انا فيه ارجي بي لايتس موجودة جوه حمام السباحة فاببدأ سيلاكت اللون اللي انا عايزه بالشكل اللي انتم شايفينه سويتش اول اوف دي سويمينج نايت سويمينج دي كلها سيناريوهات مختلفة ده بيجمع لي كل التاكيفات اللي موجودة في المكان فعند اللايتس برضو بيجمع كل اضاءات الفيلا كلها بحيث ان انا ممكن اطفيها بالكامل او حتى من خلال سيناريو عام بيكون موجود معايا برا اللي هو اقول اوف اقول اوف يجيطافي كل حاجة موجودة في المكان او سيناريو عليكم مورنينج مورنينج ده بيفتح الستاير ويشغل التاكيف ويهد الاضاءة ويطفي الاضاءة او يشغل التلفزيون على قناة معينة ده معين تقدر تشغل واستمرار كل يوم طبعا الكاميرات المراقبة نقدر نتشك عليها من خلال الابليكيشن الساوند سيستم اللي موجود في المكان انا سيلكت سورس معين سواء كان من خلال او اونلاين راديو او من خلال او او ايا كان او من خلال بورت من رسيفر او تلفزيون وابدأ اسيلكت الروم اللي انا عايز الساوند ده يشتغل فيها وابدأ اتحكم كمان اتحكم في شدة الصوت اللي موجود في المكان امكين ده باختصار يعني اسمارت هوم والفانكشنز الاساسيال اللي احنا بنتحكم فيها اللي اتحكمنا فيه من خلال موبايل ابليكيشن هنقدر نتحكم فيه من خلال توتش سكرين بتكون موجود على الجدران ومن خلال اه سوفتوير بيكون موجود على بيسي خاصة في المباني الادارية اه بكده اعتقد احنا وصلنا المفهوم العام اللي احنا قصدينه في الفيديو ده اللي هيعني ايه سمارت بيلدنج ويعني ايه كي ناكس طيب اه في نهاية الفيديو هنسألكوا سؤال بسيط ويعني ايه سمارت بيلدنج ويعني ايه كي ناكس اللي هيكتب لنا في الكومنتات على الفيديو افضل تعريف للسمارت بيلدنج والكي ناكس اه مش افضل تعريف بس افضل تعريف واقصر تعريف هنختار عشوائي من الاجابات الصحيحة وهيكون ان شاء الله لو جايزة معنا هداية من هداية كي ناكس زون اللي نشرناها في الفيديو في البوست اللي فات بالاضافة لفاوتشر بقيمة اربعين اه في المية من سيرتفايد بيزي كورس اه ان شاء الله هنأفل كومنتات يوم الاربع اللي جاي اه وهنعلن عن الفيز يوم الخميس ان شاء الله والفيديو الجاي باذن الله او شهره باذن الله يوم الجمعة اه في نفس المعاد شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله موسيقى